تراجعت الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا لأدنى مستوياتها هذا العام بحسب الأحصائيات الأخيرة لوكالة حماية الحدود الأوروبية حيث وصلت إلى 150 ألف مهاجر فقط بعد أن تجاوزت المليون عام 2015 يشكل السوريون والعراقيون والأفغان النسبة الأكبر منهم السوريين الموجودين بتركيا حاليا هناك أحد يسعى لأخذ جنسية فهو يكون أخذ قرار أنه أريد أن يبقى هنا هناك أحد يمكن أن يكون أخذ جنسية فتصير هي بالنسبة له أنه أنا صافي عندي مقوم لأنه أنا أظنين بهذا الموجود هناك أحد يمكن أن يظل بهذا الموجود لكن الغالبية تكون عنده حالة أننا فترة مؤقتة 82% من السوريين يقولون أننا نرجع إلى سوريا 82% هو جدا كبير سهم تطبيق اتفاقية إعادة قبول المهاجرين المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 2016 إلى حد كبير من خفاض عدد المهاجرين حيث عملت تركيا على اتخاذ إجراءات أمنية من شأنها ضبط حدودها وتوقيف عدد كبير من مهربي البشر أخترت الهجرة الشرعية قدمت لجوء عن طريق القنصلية الفرنسية في اسطنبول وحاليا أنتظر الرد عملت مقابلة معام تاريخ 5-9 ولحد الآن أستنى الأسباب التي خلتني أن أختار لجوء هو بعد 7 سنين حرب وسورة وتعب ضغوط نفسية وصار عندي عائلة آخر 3 سنين فصار عندي أنه أنا لازم أؤمن مستقبل طفلة التي عندي ومستقبل عائلتي طبعاً اخترت الطريقة الشرعية للهجرة لأنني ما أنا مستعد بعد 6 سنين وحصار وبلشت في حياة جديدة أنه أرجع أرمي أنا وعائلتي للموت تشير الأرقام إلى وجود 258 مليون مهاجر في العالم تركوا أوطانهم بحثاً عن حياة أفضل وفقاً للتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والتي أكدت زيادة عدد المهاجرين بنسبة 47% من عام 2000 وحتى 2017 حالة من الضياع يعيشها السوريون في تركيا بين من يعتبرها محطة للعبور إلى أوروبا أو العودة للوطن وبين من يفضل البقاء فيها بحثاً عن خيار يضمن له حياة أقل ما يقال عنها كريمة ألا صبرة لأورينت نيوز غازي عن تاب التركيا